سانداونز احنا كنا منتكلم على مازين بفرقة كبيرة وغصلت نهاية كس عالم للأندية وفرقة تيلي واختفت دلوق wound يعني بقى لفريق عادي بقى لقى سنتين تلاتة سانداونز السنة دي أنا شفتهم أمام المريخ المريخ السوداني في مصر وكان أمام الهلال والهلال جاب جون وما تحسبش تحاسلة فرقة عادية فرقة عادية جدا يعني اتغيرت سانداونز أكيد فرقة اتغيرت فرقة سانداونز فرقة قلبي الدفاع اللي كان قوي مش هترك الفريق سيرينو مش منتظم مصاب دلعتي ببول حتى هو كان جاهز ما كانش منتظم كان حلمه ان هو يترك سانداونز ويجي النادي الاهلي عدم ان تقوله النادي الاهلي اثر عليه بشكل كبير سيرينو هم عملوا خمس صفقات جديدة لونجا كان من زامبيا لعب معهم خمس مباراة فقط ثلاثة كان على البنتش ولعب تم ماتش 28 دقيقة او ماتش 32 دقيقة أي كلام أي كلام عندهم كاتيمولا جاي من الدوري المحلي على ما اتذكر من بدفست ده لعب كويس جدا بلعب تحت المهاجمين وبيلعب على الأطراف ما اللعب اللي هو من نميبي ده اللي بيلعب قدام ده متقلق بالشكل غير عادي معهم لسه وممكن وعلى فكرة يعني ممكن تشوفه متواجد في الدوري المصري ما زالت العروض جاية له والله او والله ملاعب سجل 13 هدف قدت سنة جاية بقى او يعني سانداونز عندهم في البطولة المحلية 36 هدف ويتصدروا صدارة الدوري بفرق 17 نقطة عن أورولاندو بايرتز فرق كبير في النقطة 48 يعني هم فرق عادية دلوقتي 48 سانداونز 31 لأورولاندو بايرتز 13 هدف لبيتر شلولي لعب منتخم نميبيا ومهاجم سانداونز وعمل 3 أسست يعني جمالي مشارك في 16 هدف ده موجود معهم موجود معهم ولعب غير عادي بمعنى الكلمة طيب أسألك سؤال المجموعة دي اللي هي الهلال مريخ أهلي سانداونز مين يصعد غير الأهلي يعني من الواضح كبتن يعني يعني سانداونز هو يكون ليه نصيب أنه يقدر يصعد بعد ما كسب بالهلال يعني بعد ما كسب بالهلال المستويات كلها كبتن بخلاف يعني الفرق الكبيرة المستويات كلها تكاد تكون متقاربة حتى الفرق الكبيرة اللي حم نتكلم إنها فرق كبيرة وفرق بتنافس في العام السابقة لا بس على فكرة بيترو أعتلكم فرق كويس أكيد فرق يعني بيترو أعتلكم شفتها مطشين شكلة كويس وعرفكها طول الوقت بتعافر وبتنافس على فكرة وعملت نتاج كويسة جدا قبل كده مع فرق كبيرة يعني فرق بيترو أعتلكم أعتقد هي كذبت لأهلي قبل كده هنا لا مش متزك كذبت لأهلي هنا قبل كده أعتقد يعني وبيترو أعتلكم كمان كان كان مفروض توصل للمبرارة النهائية من سنتين إما إما الترجي الحكم كان أول أغسطس الأنجولي والله آآ كان أول أغسطس الأنجولي آآ فكر آآ صح كان عام ما هم دول أقوى فرقتين عندهم أقوى فرقتين هناك بريونيرو دي أغسطو بريونيرو دي أغسطو أول أغسطس الأنجولي لكن زي أقول لحي كابتن هنرجع تاني فريد سانداونز فريد سانداونز منذ وجود بيتسو بتتجه لمدرسة أمريكا الجنوبية في اللعبة جابوا لعب من بوليفيا اسمه سافريدو ده كويس لعب كويس وسريع بس مش هو زي السيرينو جابين لعب من كرواتي عندهم لعب كمان من كرواتي علمهم هنشوف يعني زي مالك في أول لقائر ما تحسش أنه في رقى جامدة يعني ممكن سانداونز أول لقائر ما تحسش أنه في رقى جامدة بس يوم في رقى جامدة الله أعلم يعني بالضبط في المتقصدي يعني مش مقياس المستوى في أول لقائر يعني أول ماتشين يعني ممكن الفارع تنتفد ومستوى تغير